طيب الأهلي بيستعد بقوة في جنوب أفريقيا دل تحدي التاني الكبير أوي الأهلي ما أنفرغ من مباراة الاتحاد لتوهجت فيها روح الأبطال بجد وشخصية الأهلي تجلت في برج العرب طر مباشرة صباحة اليوم التالي علاماتنا طائرة خاصة إلى أقصى أطراف القارة بيواجه سانداونز يوم ظهر السابت إن شاء الله في مباراة إدل زهاب لدور الثمانية مارتن لسارتي المدير الفني عمل محاضرة نظرية طويلة مع اللعيبة لشرح المهام والتحدث عن الفريق الجنوب أفريقي واهتم طبعا بتحفيز اللعيبة قبل مواجهة هذا الفريق لمواصلة الانتصارات وأيضا للتجهيز لمباراة العودة لأن مباراة العودة على طول 13 إبريل ستكون في استاد السويس إن شاء الله الأهلي لمباراة سانداونز مارتن لسارتي كان اختار للسفر معاه 21 وعشرين لعب عقب هذا المران اللي حضراتكم شايفينه القايمة فيها من المسافرين محمد الشناوي وعالو لطفي أحمد فتحي ومحمد هاني ورمي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عشور وعمر السلية وحمد فتحي وواليد ندفد ونصر ماهر وجونير أجاوي وحسين الشحات ورمضان صبحي مروان محسن وصلاح محسن وواليد أزارو اجتمع كمان لسارتي بالرباع حسام عشور وسعد سمير والشناوي وأحمد فتحي قبل المران اللي تلعب أو اللي أقيم في ملعب الجامعة في بيريتوريا وفيه مران استشفائي للعيبة اللي ما شاركوش في مباراة بس تعالنا تأخذ سيد زبرين بسرعة أمام اجتماع مارتن لسارتي باستمرار فيه جزء من لعيبة هو باختار التوقيت اللي يقعد معاهم فيه وهذا أسلوب جديد ما شفنوش من حد قبل كده يعني دايما كان يقولك أنا قراراتي ما لا تقبل المناقشة وعليكم أن تتقبلوها حتى اللعيب ما كانش بيقدر يروح يتكلم ولا يشتكي فهذا أسلوب جديد مسته في وجهة نظري أنا إيجاد علاقة مباشرة طيبة بين لسارتي وبين لعبي ترجمة نانسي قنقر